رحمة للمؤمنين ولا يزيد الوالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آل وصحبه الطيبين الطهرين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قطوف قرآنية حلقة اليوم أهمة جدا لأنها تمس ركن من أركان الإيمان وهي عن أنواع الأمانة وخصوصا أن المجتمع المسلم مشهور بالأمر بالمعروف وأنها المنكر ولابد أن يكون أمين على نفسه وعلى من حوله الحقيقة أن الأمانة معناها أداء الحقوق على الكمال والتمام لأصحابها سنتحدث بفضل الله عز وجل عن أنواع الأمانة لأن بعض الناس بيعتقد أن الأمانة خاصة بالمال فقط أو خاصة بشيء منقول لكن الأمانة معناها كبير وواسع في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة بداية يقول الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لاحظ أن السماء والأرض والجبال الآية واضحة جدا عشان نتدبر ونقف معها فأبين أن يحملنها لأن الأمانة سقيلة لم تقل الآية فأبين أن يقبلنها يعني هم الأمانة مقبولة لكن المسألة هنا صعبة في تحمل الأمانة نعم إن السماء والأرض والجبال لها إحساس لكنها مسخرة وليست مسيرة فالسماء والأرض والجبال رفضت وعرفت قدر نفسها إنها لا تستطيع أن تتحمل الأمانة التي هي التكاليف الشرعية الدين بأركانه والمعاملات بأركانها والإباء هنا ليس إباء تكبر مثل إباء إبليس وإسقلنا للملائكة السجود لآدم فسجد إلا إبليس أبى واستكبر يعني امتنع السماء والأرض والجبال بتحس وإحنا مش هندخل في أبحاث علمية لأن العلم الحديث أثبت ذلك والقرآن عندنا أصدق يعني ربنا عز وجل نبأنا وعلمنا وأخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن السماء والأرض والجبال بيسجدوا كما قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب آية دي في صورة الحج العلم بقى وصل ما وصلش ده ما يخصناش لأن احنا كمؤمنين أو كمسلمين نصدق أن الشمس تسجد وتسبح كما قال الله عز وجل في صورة الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه الأمانة هنا لما عرضت على السماء والأرض والجبال خافوا وده كانوا عندهم نوع من التدبر العقل لكن الخف هنا لأنهم لا يستطيعون أن يؤدوا الأمانة التي هي التكاليف الشرعية بما لها وما عليها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلم نفسه تحمل ما لا يستطيع أن يحمله وجاهل بأمر الأمانة فهنا عايزين نتكلم عن أنواع الأمانة لأن بعض الناس لما نقول له خلي بالك من الأمانة يعتقد إن الأمانة دي مال ممكن الأمانة تكون الزوجة أمانة صحتك أمانة علمك أمانة مالك أمانة عرضك أمانة ولذلك رب العزة يقول إن الله يأمركم أمره أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني أي واحد لأمانة عندك أعطي له حقه وأعظم مثال على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر إلى مكة من مكة المكرمة إلى المدينة من وراء يأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه ليرد الودائع والأمانات لأهله يعني مسألة شوف رغم أنهم بيحربوا بيأزوا كممكن بقى يقولك انتقاما منهم يعني أخذ حقي بقى غصب عنهم لكن أمانة تخيل ناس غير مسلمين ويأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون عنده بعض الأموال وبعض الأوراق السقوك وبعض الأشياء الثمينة ورغم ذلك عند الهجرة يأمر برد الأمانات والودائع لأصحابها نعم الأمانة ولذلك سيدنا محمد يعلمنا صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك يعني افرد مثلا إن واحد وضع عندك أمانة مثلا بعض الأموال أو بعض المجوهرات وحصل خلاف بينك وبينه أو ابنه ضرب ابنك أو زوجته سبت زوجتك ثم يقول له لا ده أنا أعلمه الأدب مش هياخد حكته لا حتى لو أزاك ترد الحقوق لأصحابها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله الأمانة جميلة جدا يا أخوانا بعض الناس بيعتقد أن الأمانة مال إحنا بنقول الأمانة هي التكاليف الشرائي عينك أمان صحتك أمان لازم تحافظ عليه ولذلك أنت لو أزدت جسدك يبقى أنت خين الأمانة أنت لو أزدت زوجتك يبقى أنت خين الأمانة لأنك أنت استحللت فرجها بأمانة الله تبارك وتعالي الأمانة الأمانة مطلوبة في جميع مجالات الحياة مثلا سيدنا يوسف عليه السلام نتيجة الأمانة اللي عنده ربنا مكن له في الأرض ولذلك قال الملك في سورة يوسف يقول الله عز وجل وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه يعني الملك كلم سيدنا يوسف سيدنا يوسف كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أنا عملت دراسة وعملت تحريات عنك ووجدت أن أنت كف أولا هتبقى ليك مكانة عندي يبقى أنت نائب للملك ولأنك عندك أمانة كنت في القصر أمين رغم ما تعرضت له من فتنة وعرض عليك امرأة الجريمة المعروفة في القرآن والمذكورة والمشهورة حتى في السجن كنت أمين حتى في تفسير الرؤية ولذلك كانت جزاء الأمانة إيه إنه يعين شوف إحنا محتاجين لأن الأمانة هتكون سبب للفوز في الدنيا والآخرة شوف سيدنا شوف إيه اللي حصله نتيجة دي الأمانة اللي عنده الموقف الثاني سيدنا موسى عليه السلام عندما خرج من مصر وذهب إلى مدين ووجد يعني امرأتين طبعا القرآن لما بيوصف المسألة دي في سلط القصص يعني بيوريك إن الشباب لما يبقى عنده أمانة أمانة في إيه في غض البصر أمانة في إيه في إنه يحسن إلى الضعيف وخصوصا المرأة في المجتمع فسقى لهما ملأ القرى بالمية والناس وقفة في المجتمع يرون مرأتين يعني ما حدش عنده أمانة إنه يغير على إنه واحدة ضعيفة وهو قصة طويلة جدا ومفصلة في كتب التفسير لكن تخيل بقى التأرير الموجز للبنت الصالحة بنت الرجل الصالح قالت إحدهما كما قال الله عز وجل في سلط القصص يا أبا تستأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين وده مطلوب إنه كل واحد من المسلمين يكون عنده قوة علمية وأمانة إيه اللي بيضيع المسائل إيه اللي بيخرب البلاد إيه اللي بيفسد العباد إن الأمانة تنزع من بعض الناس ولذلك النبع السلام عندما يسألوا بعض الصحابة متى الساعة يقولوا إذا ضيعت الأمانة إيه ضيع الأمانة قال إذا وصد الأمر لغير أهلي يعني إيه يعني تجيب واحد جاهل تحطه في مكان عالم أو واحد خائن تحطه في مكان أمين ودي من علامات الساعة أن يخون الأمين ويؤتمن الخائن لكن إحنا عايزين ننشر الإسلام ننشر الإيمان نكتر من ثمرات الإيمان ومن أركان الإيمان في المجتمع عشان يعم الخير في المجتمع يبقى الإنسان أمين في بيته في مصنعه في شركته وسأضرب لكم الأمثال العجيبة اللي تبين قيمة الإيمان في الحياة البنت الصالحة يعني أوجزت وأنجزت في العبارة قالت يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قوي ليه شاب وحمى الغطاء البئر ونحى جانبا وسقى لهما وبعدين أمين في نباه إنه بيتكلم كلمات مختصرة وحتى أمين عندما جاء إلى بيت أبيها يعني هو قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لان تعال أكلم أبي المفروض إنه هو الوضع العادي ييمشي جنبها ييمشي أمامها أو خلفها هو قال لا لا أنا أمشي أمامك وفي أي وقت أنحودي يمين يسار يعني ممكن تتكلمي يمين أو يسار خير الكلام ما قال له دل أو ترمي حصو كده ليه لأن خلي بالك سيدنا سليمان عليه السلام بيقول لابنه إيه بيقول له يا بني إنك إن تمشي خلف الأسد والأسود خير لك من أن تمشي خلف امرأة يعني أنت لو ماشي في الطريق وأمامك امرأة الأفضل لو أنت ماشي خلف أسد أو عقرب أو كلب أو شيء لأنك طول ما أنت ماشي قدامك وحش أو حيوان ضار بتلجأ إلى الله وتستغيثه يا رب نجيني وحفظ لك لو فيه امرأة ماشي أمامك وما عندكش أمانة هتعمل إيه هيقعد يقول لك آه دي جميلة ولا مش جميلة متزوجة ولا مطلقة غنية ولا فئيرة ضعيفة ولا قوية نحيفة ولا سمينة هيقعد الشيطان ولذلك إحنا الأفضل نخلي بالنا دي هي بتقوله إيه إن خير من استأجرته القوي والأمين ليه لأنه لم لم يتكلم كلام بلا فائدة دليني على البيت قالت امشي قال امشي أمامك حتى لا تهب الريح فترفع ثوبك أو تكشف يعني كعبك مسألة دي أمانة ودي تقرير وكان نتيجة الأمانة إيه إن ربنا سهله أمر الزواج الأمانة يا أخوانا في الصلاة تبالى ليه دينك أمان وصحتك أمان يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون طب يعني خيانة الرسول إيه وخيانة ربنا إيه خيانة الله ما دي أمانة بنا كبير ربنا أن تعصي ألا تطبق شرعه أن تخالف أوامره بدخونوا أنت بتقول أمانت بالله طب ادي ربنا حقه أعطي لكل ذي حقه ما دي أمانة طب الرسول تتبع الرسول تقول أصلا أنا مش مقتنع بالحديث ده أصلا النبي قال يعني الدهب حرام للرجال يعني ما جاتش من فإذن الأمانة لها معنى واسع فاصل ونعود بإذن الله تبارك وتعالى عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى ونتحدث عن أنواع الأمانة في القرآن والسنة قلنا إن ربنا عز وجل يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الأمانة هنا هل في وحد يخون الله آه يبقى خين الأمانة ما بيأديش حق الله أوامر الله الصلاة الصيام الزكاء الحج رغم أنه معاه وصحته سليم طيب الرسول يستبدل كلام الرسول بكلام آخر خلي بالك لا يوجد في الكون أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخوزوه يعني النبي هو الإنسان الكامل المعصوم من الكبائر والصغائر فهو القدوة يبقى أنت لما تقول لا الصنة مش مقتنع برأيه هذا كبر وهذا مخالف للرسول وهذه خيانة طيب وتخونوا أماناتكم شو بقى الأمانات اللي بينكم وبين الناس أنا أذكر لكم بعض الأمثلة سريعة عشان نعرف إحنا فين من الأمانة أمير المؤمنين عمر بن الخطر رضي الله عنه كان جالسا في بيت المال بالليل بيعد الأموال الخاصة بالمسلمين ومعه ورقة وألم قلم يكتب هنا مثلا مئة راس غنم مئة راس بقر مئتين راس من الإبل عشرين أردب مثلا أمح عشرين أردب طمر بيحسب وقد أوقد شمعة شمعة فدخل عليه علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا علي لا تجلس حتى تخبرني لماذا جئت قال له عجبا لك يا أمير المؤمنين تسألني لماذا جئت قال نعم إن كنت جئت لأمر يخصك أنت أطفقت الشمعة لأنها من مال المسلمين وإن كان الأمر يخص المسلمين تركت الشمعة مضاءة حتى لا يحسبني ربي على ضوء الشمعة لأنها من مال المسلمين تخيل شمعة منورة سيدنا عمر خايف لربنا يحسب ويقول له أنت منورها وقعدت تحكي حكاية وتتسلى وتقول كلام مالوش فايدة للمسلمين تتحسب عليها يبقى الجماعة اللي بيعدوا يقروا جرايد في المصالح والشركات بياخدوا جزء من المال حرام مش أمين اللي بيزوغ ويخلي واحد يمضيله في مصنع أو شركة يبقى خين للأمانة اللي بيروح يدعن وراح يصلي ويسيب العمل ويقعد ساعة لا انت راح تصلي وعمل مكلف فيه ده أمانة الطبيب اللي بيهمل في الكشف على المريض أو المريضة ويكتب دواء كتير عشان متفق مع صاحب الصيدلية خين للأمانة المهندس اللي بيجيب مواد للبناء رخيصة أسمان تحديد رمل مغشوش أو منتهي الصلاحية عشان يخدع يخدع ويغش ويستولع الأموال خين للأمانة احسب بقى المدرس اللي بيدخل يعني يعني يختصر الدرس اختصاراً حتى يجبر الطلبة على إنهم ياخدوا درسه خصوصي خين الأمانة الأمانة شوف في كل المجالات اللي بيبيع في الميزان البضاعة الخضار أو الفكة ويعني يطف في الميزان خين الأمانة هي شامعة يبقى الناس اللي بتسرق كهربا يقول لك تعارف شرعاً ما يجس إنك تعمل شاي على سخان في أي شركة أو مصلحة تبع للدولة لأنك انت بتسرق ده مال ما انت لازم ما هي ضوء الشامعة سيدنا عمر هتحسب عليه طيب دي مسألة خطيرة جداً اللي بيغش في أي بضاعة خين وده الجزاء للأمانة غالي وعالي جداً انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي بالليل في المدينة يتحسس ولا يتجسس يتجسس على حد يتحسس أخبار الرعية مين جعان مين عريان مين محتاج مين بيعصي ربنا عشان نبعث له يتوب دي أمانة كلكم راع وكلكم مسؤول دي أمانة الرجل في بيته الزوجة في بيت زوجها أمانة لازم نخلي بالنا أن الأمانة دي أن نعطي كل ذي حق محق فحصل القصة المشهورة جلس يستريح فسمع صوت المرأة تقول لابنتها يا بنيتي قومي وضع الماء على اللبن عشان نزود اللبن ونكسب قالت يا أمي ألا تخافين من عمر قالت إن عمر قد نام قالت يا أمي إن كان عمر قد نام فإن رب عمر لم ينم آه مسألة جميلة عندها أمانة مش خيانة وغش وبيع وكسب ماهو ده هيرجع عليك بعد كده هيرجع عليك بعد كده هتاكل حرام هتخون شو بقى النتيجة إيه فسيدنا عمر رضي الله عنه وضع علامة كده على بيت هذه المرأة التي تبيعه اللبن هو الصباح جه فجاب ولاده جمع ولاده من منكم يا أولادي يتزوج بنت بائعة اللبن يا نهر أبيض بنت بائعة اللبن يتجوز هو واحد ابن أمير المؤمنين قال إنها عندها أمانة عندها أمانة أغلى شيء هتحفظ على زوجها وعندها دين كانت مكافئتها إيه أنها تزوجت أحد أبناء سيدنا عمر رضي الله عنه فلما تزوجت أنجبت بنت هذه البنت تزوجت عبد العزيز ابن عبد الملك ابن مروان فأنجب عمر ابن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد العادل وكان سيدنا عمر ابن عبد العزيز يفتخر يقول إيه جدتي بنت بائعة أيوة وسام شرف لأنها أمينة مش خينة إيه ده هي دي الأمانة آه خلي بالكم إن حتى الأمانة عند بعض الجن الجن معظمه في منه جزء أمين ولذلك القرآن يقول كده سيدنا السلام يقول إيه قال أيكم يأتيني بعرشيها قبل أن يأتوني مسلمين في صورة النمل على بلقيس قال عفريت من الجن عفريت يعني فتوة كده رئيس جماعة آه رئيس وافد من الجن آآ له منصب قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين مش هنسرع حاجة وأنا عندي قوة وأنا وصحابي ننقل العرش يعني الجن في لصوص أيوة في لصوص بس ما بيسرقوش بنوك ما يسرقوش دول ما يخونوش أهلهم لكن هو يسرق والحديث واضح إن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول إيه وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة بيت المال أعدها أحصيها فرأى من يسرق فأمسكه والحديث واضح في صحيح البخاري وقال لأرفعنك الرسول قال دعني فإن عندي عيال وفقير وخد شوية طم تنيوم تلت يوم في نهاية الحديث النبي قال له أتدري من هذا يا أبو هريرة إنه الشيطان ففي يبقى الأمانة صحتك أمانة نظرك ما تنظرش إلا لما يرضي الله عز وجل أو يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى لا فالأمانة مالك يقول لك أنا حر لا ما أنتش حر المال أمانة معاك طب إيه رأيك إن واحد من المسلمين تصدق بكل ماله فأبطل النبي هذا قال السلس وسلس كثير ليه لأن أنت هتترك ورستك لمين ما هم أمانة في رأبتك إنك إن تظر ورستك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس يقول لك الصنع لا من تشهر دي أمانة زوجتك أمان صحتك أمان لازم تحافظ عليها الصنع أمانة الصيام كل العبادات والمعاملات أمانة في رأبتنا ولذلك ربنا أقول لي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الأمانة إيه؟ أن تعترف بأن الرسول هو الحق لأن اللي يخون الأمانة لا تخون الله يعني لا تخلفه شرع الله وتخون الرسول يعني تكتموا رسالته لا تعترفوا بنبواته دي خيانة للأمانة ما أنت بتقول لك أنا أصلاً مش مقتنع بالحديث ده مش مقتنع يبقى أنت متكبر على الرسول يبقى أنت خاين للأمانة يبقى إذن القضية هنا عايزي نعرف أنواع الأمانات مش مال فقط لا الأمانة تشمل كل ما في الحياة قلتلك في أول الحلقة أن الأمانة سقيلة سقيلة جداً والسماء والأرض كانوا عقلين قالوا لأ إحنا عايزين نبقى مصخرين مش هنقدر نتحمل أمان ودول زي ما هي واحدة يقول لك إيه ممكن أشيل عندك عشرين ألف جنيه تقول له لأ أصلاً ضعيف ممكن زوجتي تقول لي هات خمسة هات ثلاثة جب دهب العيال عايزي ما لا مش عايز يبقى ده إنسان محترم واحدة يقول لك هات هات العشرين ألف ويبدأ يقول لك إصرف ألف ولما يجي يطلب لا ولذلك قالوا إيه بقى سلاسة تؤدى للبر والفاجر حتى لو كان كافر رد له حقه رد الأمانة العهد وصلة الرحم قال لي بالله والأمانة تؤدى للكافر يعني والبر المؤمن ما تقوليش أصلاً مش على ديني لا الإسلام ما قالش كده ولذلك أعظم مثل النبي محمد وأي رسول كان بينزل بالرسالة يقول إني لكم رسول أمين أمين يعني مأمون على الرسالة ودي أعظم أمانة وسيدنا جبريل مطاعن ثم أمين لأن الملائكة أماناء فهنا عايزين نتعلم الأمانة تبالك في شغلك في مدرستك في عملك في عبادتك اتقن قد الحقوق لصحابها تبالك ليه لأن دي أمانة ستسأل عنها وتحاسب عليه صغيرة أو كي كان بعض الصحابة عشان الأمانة لما يبيع بيعة يمسح الكف ليه مخافة أن يتبقى شيء فيكون هو خيل الأمانة ليه لأن دي أمانة عندنا الأمانة سيدنا عمر رضي الله عنه عشان نضرب مثال أخير كان ماشي في الصحراء وجو حر جدا فاشتد بيت ضماء العطش فمر على راعي غنم فقال له عندك مسقط لبن ما عندكش شوية لبن من أي غنمة قال إن صاح يا سيدي هو ما يعرفوش إن سيدي صاحب الغنم لم يأذن لي أن أعطي لبنا منه قال له طب بيع لي شاء قاله إذا كان صاحبي لم يأذن لي باللبن لم يأذن بالبيع قال له يا غلام خذ سمنها وبيعها لي وقل لصاحبك أو صاحب الغنم إن الذئب أكلها وجد له مخرج زي ما واحد يولع في شركة أو في مصنع صاحب أمين مخازن ويعمل ماس كهربة والماس بريء ما هدي خيانة أنت فاكر أنك خدعت البشر هتخدع ربنا لا يقوم سيدنا عمر يتعجب من أمانة هذا الراعي الصغير يقول له هذه الغنم ملك من يقول له ملك فلان وأنت قال أنا أرعى الغنم عندك راح سيدنا عمر عملي راح لصاحب الغنم اشتراها واشترى الغلام وقال له أنت حر لوجه الله والغنم ملك لك كلمة صدق وأمانة أنجتك من ذل الدنيا وأسأل الله أن تنجيك من ذل يوم القيامة هكذا الأمانة تأتي لصاحبه بالكرامة ومن كان في الخيانة فعليه الغرامة أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قول هذا وأستغفر الله لو لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ترجمة نانسي قنقر